السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم الطبخ أثال مع اسمهن اليوم اللي جيت نشارك معكم الطريقة ديالي في تحضير ديال السرديل والباطاطس في الفرن يعني البوطيتوس في الفرن بطريقة صحية ورائعة وتيجيوا الصراحة أحسن من المقليين يلا هنمروا الآن لتحضير ديال السرديل الأول حاجة كحتاجت هنا عندي كيلو ديال السرديل يعني السمك سمك السرديل نقيته خلاص راها نقية باينة نقيته حيث ليه الشوك للواسط حيث ليه الشوك للفجنيبات حتى تيولينا على هات الشكلادة تنقوه مزيان مزيان يعني قاعدوك الشوائب ودك شويكات على هات الشكل بحال ماكو خيكون عير قاوقين حاولوا أنكم ما أمكن تحييدوا قاعدك شي اللي اللي قدرتو أنكم تحييدوه صف ودرتوه في شبيكة وخليتوه استكتر ضروري أنه استكتر يحييد ذاك المكامل هنا غادي نحتاج واحد الرص ديال التومة أنا كيتعجبني التومة بزاف في الحوت يعني تيتوتى مع التومة وحتاجيت واحد شوية ديال القصبر والمعدنوس يعني الخالط بينتهم الكيمية اللي غادي تكفاكم في ذاك الكيلو ديال السردين أو الكيمية اللي عدكم ديال السردين احتاجت هنا نصف من العقة صغيرة ديال الهريسة هذه راه الهريسة الخضراء ذاك شي بشتبين بذاك اللون وغادي نحتاج شوية ديال عاصر الحامض أو الليمون وهنا التوابل غادي نحتاج التوابل فاش غادي ندير التوابل لعني غادي نقول لكم التوابل اللي درت وغادي نحتاج كذلك زيت الزيتون هادو هما المقادر اللي غادي نصيبوا بهم ديك الشرمولة اللي كتجي صراحة رائعة مع جميع انواع ديال السمك هنا غادي نمر باش غادي نقطع ذاك القزبور اللي عنديون مع دنس يعني راه مناقيين مغسولين هنا را قطعتهم معي قطاع شوائي هكا كبار لانا غادي نركو شيف ديك الماكينة دي اللي غادي نطحن فيها وإلا ما كتوش غادي نطحنوا في الماكينة يعني حاولوا انكم تقرضوها رقيقة رقيقة بزاف مزيان وتومتا هي تحكوها ولا تقرضوها رقيقة بزاف على هذا الشكل غادي ندير كل شي انا عندي فادي يعني كتسهل علي المأمورية غادي نزيل عليها ذاك التوم اللي عندي انا درت هنا راس ديال التومة يعني كركوبة ديال التومة كاملة غادي نزيل التوابل غادي ندير هنا ملعقة صغيرة مملوئة جيدا من البابريكا او التحميرا ملعقة كذلك صغيرة من الكوركم نصف ملعقة من الجنجبير او سكنجبير نصف ملعقة يعني دائما ملعقة صغيرة من الابزار او الفوفل اسود وملعقة صغيرة مملوئة جيدا من الكامون وهنا غادي ندير واحد شوية ديال الملح الملح تيبقى على حسب الطوق يعني ما تكتروش بانا عندنا شوية الهريصة ديك النصف ملعقة ديالهريصة رفيها الملحة وكا ندير واحد تقريبا جوج احتل ثلاث الملعق دياله عصير الحامض الحوت رتيب غير حامض وغادي نزيت زيت الزيتون هنا رغادي نزيت جوج احتلال كمية ديال الملحة كبيرة ومن بعد غادي نزيت واحد الملعقة كبيرة يعني الكمية ديالهريصة تولي عدنا يعني هادا هادا لها تشكل هادا تتولي عدنا الشرمولة لها تشكل سوف نستفيد الحوت السردين سوف نعمر الحشوة الشرمولة سوف نعمر الشرمولة سوف نعمر الحمر أضع الأطفال نعمر الحوت السمك نقوم بأخذ السمك نضع سمك ونغطي عليهم الفق وذلك نعمر ضروري تنضيف لنظيف على عدد الفون فهم أحسن يجعل النجاح ثم يجعل الأقل ساعات ساعات ونظيف نغطي البطاطا تدخل الفورن نضيف البطاطا نضيف البطاطا نضيف البطاطا نحتاج ملعقة صغيرة مملؤة جيدا من البابريكا ملعقة صغيرة من الكوركم ملعقة صغيرة من توم بودرة نصف ملعقة من الإبزار ونصف ملعقة من الجنجبير نحتاج الملح نحتاجه ملعقة من الحبق او بما يسمى بالريحان او البازيليك اضع الزعطر البري هذه المنسمات الأعشاب التي سنقوم بعمل الزعطر او البازيليك او بما يسمى الأوريغانو الريحان كذلك تسمى بالريحان اضع الثوابل اضع الزعطر اينا او البول اضع الزيتون او زيت المائدة نضيف ملح على حسب الضوء اضع الكيمياء اضع الكيمياء اضع البطاطا اضع الكيمياء اضع الحبق او البازيليك او الأوريغانو او بما يسمى بالريحان اضع الكيمياء اضع الكيمياء اضع الكيمياء باش يخرج ديك الرحة ديالو النكها ديالو وهنا غادي نزيد زيت الزيتون أنا غادي نزيد تقريبا الخليط اللي غادي كفاني فاتشي كامل واحد ثلاثة ديال ملاعق كبار ممكن أنكم تديروا حتى زيت المائدة مهم لي متوفر عندكم صفيك نخلطهم على هات الشكل هذا هذا القوام صراحة الخلطة رائعة كمشا زفزف واحد الماضق رهيب يكون في ذاك البطاطس صراحة الجلديدة صافيك نقطعها على هاد الشكل يعني ضروري ما قدش نقطعها بحليف خيط رقيقة ضروري تكون غليضة شوية حتى هاد لتدخل الفرن ماشي بحليك تقلع على هاد القياس هادا يعني كتجي شوية غلوطة وما تخافوش راه بلا ما نسلقوها يعني بلا ما نديروها في المطيب بما وعلو راه كطيب لنا في الفرن بلا ما نغطيو عليها بلا وعلو غادي تشوفوني بأنا غنديرها ونديرها في الفرن ديريكت في ساعة كطيب صافيتات واللي عدنا على هاد الشكل هادا سنقطعوها ونديروها في ديك ذاك الخالي يعني ذاك الشرمولة كنخلطوها مزيان حتي تلبسو لنا دوك الحبة ديال الباطاطس أو الباطاطف مزيان ذاك الشرمولة صافيت فاش غادي تلبسو لنا مزيان غا نغطي عليهم بالبلاستيك الغدائي ونطرفهم نخليهم حتى الوقت اللي غادي نحتاجوهم بأنا نطيبوهم هنا راجبتهم باش يعني باش نطيبهم غادي نحتاج هنا للسامة قاعد نحتاج لي دارت ذاك أعود بلا مشيط الرجيم مشات لي نسا نسا بي الاسم ويمدر تلاشة بلوغ ممكن أنا كنتعوم وضوها بالفينو أو داك القمح الصلب أنا تتجمني هاتلاشة بلوغ كتعطي واحد القرمشة وكذلك ممكن الفينو أو السميد ذاك الرقيق تديروه باش تعطيك واحد القرمشة هنا خديت واحد ذاك اللطة ديال الفورم راه دارت لها ذاك الورق الغدائي وورق الزبدة ودهنت واحد القليل جدا من زيت المائدة غير دهنت يعني باش ما يتلسق شلينا واخا وارا 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 بتي يتلسق سافي غادي ندوز قاعدو كل حوط ديالي خطيطات خفافين من زيت المائدة الزيت العادية انتم خطيطات عي خفافين صافي وهات يكون موجود عندي باش غندخل الفرن في هذا الوقت ارا كن شعل الفرن على درجة حرارة انا كن شعل على درجة حرارة 200 درجة وكان شعل عليهم الفوق ومن الاسفل وإلا كان لكم الفور الغازي شعل لديهم من الأسفل حتى يطيب لكم وابطوهم باش يتحمل من الفوق سوف هنا كذلك نضيف لطا خورة ورق الزبدة من دهون بواحد القليل جدا من الزيت سوف نستفيد البطاط الزيال او البطايتوس سوف تنضيف الفرن انا درتم مضاق واحدة في الفرن حين تخدم تذيك الفرفارة اللي ساعة في ساعة طيب وطيجوا محمارين شوف انتم هات الحوت ديالي السمك طاب جدا صراحة رائعة جدا احسن من المقلي بكثير وهنا هاد البطاط هاد ضروري انكم تروا كتمشي مع المشويات مع المقلي مع أي حاجة وهدي النتيجة الاخيرة شوف البطاط زيال كيف الشجي كدش صراحة رائعة وباحد المضاق وحد النك رائعة وطيب الشي من الداخل كدش الديدة وصفة صراحة رائعة وفي نفس الوقت رائعة صحية يعني بأقل نسبة ديال الدهون انتم ما شفوا السمك ديال كيف يجي صراحة مقر مش من برا وتي يجي الديد وهي شي انتم شو ذاك الشرمول تجي في وإلى عجبكم الإخسر راح ديالي اليوم ما تنسوا نشمل لي اللايك ولي كومنتر لك المحفزة وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله مع السلام حبيبي